أيدا وجه رسالة إلى كل العراقيين اليوم أنتم عليكم أن تفتخروا بأنكم في يوم كنتم يداً واحدة وعلى خط واحد ونزعتم أجل باب الطائف الذي فرض عليكم واتصرتم على أكبر قوة إرهابية عرف التاريخ حمل هذه الرسالة الحجد والداخلية والدفاع والقوة الجوية والاستخبارات وكل صنف بالقوات المسلحة التي دائماً أقول أنحني لها اليوم ترون هذه الفصائل ترون هذه التنظيمات الإرهابية ماذا تعبر ومن يقف وراءها ومن يدعمها ومن كان يقف وراءها ومن كان يدعمها بالأمس على دماء هدرت لنا أقول العالم كله وقف لكم باعترام وبإجلال وبتقدير وبإكبر أنكم نظفتم هذا البلد وتهرتموه إذن ابقوا على وحدة الصف ومن يريد أن يعود مرة أخرى بالخطاب الطائفي ويسمي هذا الطرف السني ويسمي ذاك الطرف الشعي اخلعوا أحذيتكم وضعوه في فمه وعلى رأسه واسحلوهم في الشوارع لا نريد أن نعود إلى هذا هذا أولاً احذروا من فائض القوة والاندفاع والعواطف لأنه ما عاد العراق إلا بدماء طاهرة زكية لرجال فقدناهم كل واحد من أصبع عندي عاد العالم في شرقه وفي غربه أوقف خطابات المستهترين والعملاء والمرتمين في أجندات لهذا الطرف فذاك دعونا نخلق أمراً عراقياً واحداً بوجه العداء وتذكروا آلامكم وتذكروا من كان سبباً في الألم تحياتي وتقديراتي لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة